تنعقد في مدينة سمرقندالك أسباكية اليوم وغدا قمة منظمة شينكهاي للتعاون التي من المنتظر أن تناقش مجموعة واسعة من القضايا الدولية والإقليمية وسبول تعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار وتقوية الروابط الاقتصادية وتطوير قطاع النقل والمواصلات وكذا تعزيز التعاون الثقافي والإنساني للمنظمة ومن المقرر أن يلتقي خلال القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الصيني تشي جين بينك قالت المندوبة الدائمة لروسيا لدى أمانة المنظمة إن هذه القمة ستكون فرصة لقادة الدول المشاركة لبحث القضايا الرئيسية الدولية والإقليمية معربة عن أملها في أن تعزز القمة دورا من منظمة شينكهاي للتعاون ومكانتها في نظام العلاقات الدولية ترجمة نانسي قنقر